السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي وهذه قراءة لعزيزي برج القوس الشمسي والقمر والطالع والزهرة كذلك ما تنسوش أنها قراءة معمامة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا قد تنطبق على البعض الآخر كليا وقد لا تنطبق نهائيا لكن أكيد 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 أن هناك علامة أو إشارة أو رسالة أو كلمة تجعلك تفتح عينيك أو جواب لسؤالك لنبدأ لكن ليس قبل أن أقول لكم كانتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب كانتمنى تكون قراءة متفائلة قراءة إيجابية قراءة زوينا بحالكم زوينا بالدرجة المغربية معناها جميلة لذلك أتمنى أن تكون قراءة جميلة مثلكم هذا الحبيب الذي تسأل عنه يفكر فيك ليلة نهار يفكر كثيرا 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 ليس فقط يحلم بل كذلك يبني معك مستقبلا هذا الحبيب نواياه أكثر من حسنة وأكثر من طيبة هذا الحبيب يريدك في حياتك لكن أرى الكثير 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 منه شوفوا الله هذا الحبيب هناك الكثير من العوائق مشاكل عقبات يعني هي هي يعني وضعية صعبة صعبة جدا هذا الحبيب يتمناك هذا الحبيب يريد الزواج يريد الزواج والآن حالا لكن للأسف الشديد هناك عقبات ليس للأسف الشديد هي مرحلة ستتجاوزها إن شاء الله وأنت كذلك مشاعر متبادلة وشغف بركاني وخا مشاعر متبادلة كما قلت لكن هناك عوائق واختلافات هذا حبيبي توأم الروح توأم الشعلة توأم الروح والشعلة أنت تسمو كل يوم في هذا الحبيب حزين بزاف 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 لا أدري ماذا حصل لكنه حزين إذا كنت أنت تعاني وهذا شيء عادي لأن هذه الأشياء تكون عادية عندما تكون علاقة توأم الروح وتوأم الشعلة هي أشياء عادية وفقط يعني عندما يكون توأم الروح وتوأم الشعلة أنت تعرف ذلك لأن لديك إحساس وشعور عجيب غريب تعرف أن هذا الحبيب ليس عادي أنه شخص مهم مهم جدا في حياتك وروحك تحتاج لهذا الحبيب لماذا؟ لأنك مروح واحدة لذلك أنا أحيانا تكون هناك علاقة سامة وتعتقدون أنه توأم الروح وتوأم الشعلة لكن لا حبيب التوأم الروح والشعلة هيب معك هي نفس المشاعر لا يؤذيك لا يسيء إليك أرجوكم يعني لابد أن تكون الأشياء واضحة توأم الروح والشعلة يحبك لكن المعاناة هي بسبب العوائق والاختلافات وهذه الأشياء والعقبة ليس لأن الحبيب يفعل أو يفعل أو يفعل إذا فعل الحبيب هو يبتعد يبتعد بسبب العوائق لكن الحبيب ليس سيء معك توأم الروح وتوأم الشعلة يحبك ويحزن من أجلك يعني هو يحس بمعانتك كما تحس أنت بمعانته أتمنى أن تكون الأشياء واضحة لأن أحيانا ربما أنتم قد تظنون أنكم في علاقة مع توأم الشعلة وليس توأم الشعلة بل يعني علاقة توكسيك يعني سامة وهو يسئ إليك أو يفعل لا توأم الشعلة وتوأم الروح يحبك يعاني من أجلك يعني لا يسبب لك الأذى أتمنى أن تكون هذه وأنا أرى الكثير الكثير من العواطف النقية يعني توأم الروح وتوأم الشعلة طاقة حب سماوي حب طاهر بالزاف وهناك شغف ناري ويحترقه ويحترقه وأنت تحترق لأنك تحتاج لجسده لروحه لكلامه لكل شيء وخياء وحب قوي جدا لكن هناك كذلك عقبات لذلك أشكر الله من وجد توأم الروح وتوأم الشعلة وخيطه الأحمر وهذه عزيزي توأم عفوا عزيزي برج القوس هذه قراءة لتوأم الشعلة وتوأم الروح لأن أرى هنا جاذبية قوية بزاف ملك النار وملكة النار يحتاج إليها وتحتاج إليه وخا نواصل هذا الحبيب كيف يراك؟ يراك صادقة يراك كريمة يراك أصيلة يراك بسيطة متواضعة في نفس الوقت يعني ونبيلة ومهمة جدا لكن مهمة جدا أنت إنسان مهمة جدا في حياتي وفيك صفات ما شاء الله رائعة وأنت إنسان كريم وطيب لأنك تهتم بالآخرين كذلك تحب الآخرين كذلك هذه الصفة الكريمة والجميلة تجعلك تزيدك جاذبية في حياتك وفي عيون هذا الحبيب وبطريقة يعني طبيعية أنت جذابة وجميلة لكن بطريقة طبيعية هذا الحبيب يحس يشعر بطاقتك ولذلك هو يعاني لأنه يحتاج إليك يحتاج إليك كثيرا بالنسبة للطاقة خليوني أرى يعني المهيمنة هنا شغفون كبيرون جدا 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 هنا طاقة التي أرىها والمهيمنة هي النارية قوس مثلك هذا الحبيب أو أسد أو حمل وكذلك نارية عفوا وكذلك هوائية ميزندل وجوزة وكذلك مائية أقرب سرطان وحوت وهذا الحب حب نقي وجميل بزاف أرى أن حدسك قوي جدا هنا الكثير من الكارتات يعني العواطف والروحانية حدسك قوي جدا وطاقتك سحرية وروحانية وهذا الحبيب يشعر بهذه الطاقة وهذه الطاقة ازدادت وازدادت منذ أن التقيت بتوأم الشعلة ويشعر عفوا برغبة بركانية لتكون شريكة حياته شريكة حياته زوجته صديقته كل شيء حبيبته كل شيء كل شيء ويريد معك كل شيء ويريد الحصول والوصول إليك لكن هذا الصعب يفكر هذا يفكر 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 يتحرك لكن هناك أشياء تجعله يتراجع ويتحرك لأنه يحبك وخا أنتم الآن في مرحلة أن الحبيب يتحرك لماذا؟ لأن هذه المعاناة تفوق تفوق يعني تفوق ما يمكن أن يتحمله الإنسان وخا يريد الوصول إليك ويفكر كيف وكيف لأن هناك الكثير من الطاقة لكن هذا الحبيب سيتحرك كثيرا لأني أرى الكثير من طاقة الحركة والتفكير كذلك والمعاناة هنا كل شيء كل شيء لكن بقوة لذلك أنا متأكدة وكذلك يعني ما تقوله الكثير هو توأم الروح حبيبك حبيب الروح توأم الشعلة والروح هو يفكر في الاتحاد الأبدي ربما حتى أن هناك طرف آخر عندما تكون توأم الشعلة يعني تكون العوائق مختلفة ومن كل الأنواع حتى هناك طرف آخر وعليه أن يختار وخا عليه أن يختار أنا أراك عزيزي وبفضل تأثير كوكب برج الميزان هذا الشهر في القمر أنا أراك تبحث عن توازنك أراك هادئا هذا ما تقوله هذا القار أراك هادئا تبحث عن سلامك لكي تتمكن من يعني وصول نقطة الاتحاد مع توأم شعلاتك وخا قراءة قوية بزاف لكن أراك الكثير الكثير من المعاناة يا ربي الحبيب الكثير من المعاناة هذه القراءة تذكروني بزاف ستخو لكن المعاناة ستنتهي ستنتهي أنت لن تترك الحبيب عقلك لن يترك الحبيب ولا قلبك ولا روحك ولا كيانك ولا جسدك والحبيب كذلك أنتما متشبثان لاصقين روحوا كماء لاصقة لا يمكنكم حتى للعوائق والعقبة لا يمكن فصلها وفرقها حتى بالماء هذا الساخن لماذا؟ لأنه توأم روح وحب سماوي كوسميك لوف قراءة قوية جدا لكن أراك الكثير من المعاناة لا ياربي الكثير من المعاناة لكن حبيب لا تركز في المعاناة تركز في أنك وصلت يعني والتقيت بتوأم الشعلة وتوأم الروح وأشكر الخالق فسيحدث الاتحاد في الأخير لأن هذه هي رغبة الحبيب ورغبتك أنت أمنية الحبيب وأمنيتك أنت هناك شغف وحب كبير ربما هذا الحبيب حتى ربما سيترك حياته يعني سيحدث هناك تغيير سبحان الله وهذه واضحة يعني من أجل هذا الحب الكبير ومن أجلي يعني من أجل يعني الشغف الكبير سيحدث الاتحاد هذه كرت الاتحاد كرت الزواج كرت الشغف كرت البداية وماذا سيحدث؟ تغيير جذري تغيير كبير 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 ربما هذا الحبيب لدي طرف آخر أو أنت لديك طرف آخر وستحدث عليكم الاختيار وخا هناك أخبار ستصلك أخبار سارة وستتحقق العدالة ستتحقق العدالة السماوية لأنه من الصعب العيش هكذا لا يمكنك لا أنت ولا الحبيب العيش هكذا والاتحاد الأبدي سيحدث قريبا بفضل العدالة السماوية لأنه يعرف أن معك فقط يمكنه أن يصل لهذا التوازن والاستقرار لأن هناك حب وشغف وشغف يعني النار التي لا تنطفئ أبدا نار توأم شعلة لذلك شعلة يعني نارية وخوى الروح يعني تجمع كل شيء يعني حب يعني قوة الروح قوة الحب قوة الرغبة قوة كل شيء بقوة وخا تفهمونني ياك كانت قراءة قوية قوية بزاف رغم المعاناة لكن هناك سيسيطر الحب سيسيطر الشغف وهذه الجاذبية وهذا التواصل الرابط الرحاني القوي رغم العوائق العقابات العقابات رغم العقابات رغم العوائق وخا أنت يعني ستتجوزون كل الحواجز أنت أحيانا تتساءل هل أنتظره لأنه بطيء نعم بطيء تكون في المرحلة الأولى لكن الآن أرى الكثير من الحركة هذا يتحرك لأنه يعاني وصفي أنتم في مرحلة أخرى سامية وخا أنت تسمو وهناك أنت تبحث عن توازن وهو يبحث عن توازن في حياته وكيف سيحدث هذا التوازن بالاتحاد هذا حب كبير جدا الحركة كانت قليلة وبطئة في البداية لكن الآن أرى الكثير من الحركة وقلوا لي أنتم في التعليقات هذا الحبيب سيتحرك سيتكلم سيتحرك كثيرا أرى تغيير جدري كبير 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 جدا لأن هناك معاناة وقلنا كفاية يكفي انتهى أنت تعبت وهو الحبيب تعب وخا وشيء آخر عزيزتي أتأل قراءة طارد لماذا أقول هذا؟ أريد أن أقول شيء مهم لأن هنا أرى تغيير مهم إما أنت ستتخذ قرار أن تغير أنت حياتك وخا أو هو إذا كان يعني وضعياتك أنت يعني أنت تتخذ قرار ربما أنت لديك طرف آخر ولديك لا أدري كل أحد كيعرف لأن تؤام الرحوة الشعلة تكون صعبة صعبة جدا ربما يعني تجمع العوائق واختلافات وعقابات وكل الشيء تجمع يعني تكون علاقة صعبة بزر وعلينا أن نتجاوز هذه العقابات لكن إذا كان أنت مثلا إذا كنت يعني لديك طرف آخر وعليك أن تترك هذه الحياة لتبدأ حياة جديدة مع توأم الرح ما أريد أن أقوله هو أن نطرد علامات ورسائل سماوية ترشدك وخا لكن لن أقول لكم ماذا يجب أن تفعلوا أنتم أنتم أحرار في تسيير حياتكم أنا فقط أقول لكم ما أراه وقد ينطبق على البعض منكم وقد لا ينطبق على البعض الآخر وخا لا تأخذوا يعني هذه القراءة كما هي كما قلت فقط علامات رسائل ترشدك لكن أنا لن أقول لك افعل هذا غير حياتكم لا أنتم أحرار أنتم من تسيرون حياتكم وتتخذون القرار المناسب لكم فهذه قراءة عامة فقط أرى أنه سيحدث اتحاد أبدي لأنه توأم النور نعم توأم النور هذا حب نوراني حب سماوي أنه توأم الشعلة وتوأم الشعلة دائما يحدث تغييرات يعني يقلب حياته كرأس على عاقب وتغييرات ومعاناة أبدية حتى يجتمع بتوأم الروح حتى يحدث الاتحاد وأرى أن هناك أشخاص يعترضون وينتقدون ويتدخلون في هذه العلاقة أرى الكثير من العوائق والعقابات في هذه القراءة صعبة 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 جدا كانت قراءة قوية لأنني أرى حب أقوى من القوى الكونية وهناك شقف كبير وهناك حركة مستمرة واخا هناك وحد كل شيء كل ما رأيته جميل كان قوي بزاف لأنكم في مرحلة أخرى تفهمونني ما أريد أن أقوله لكن أرى الكثير من المعاناة لكن هذا الحبيب سيتحرك لأنه توأم الشعلة ويعاني كذلك كذلك ورأيت كذلك تغييرات مهمة تغييرات جذرية مهمة مهمة ربما سيكون صعب اتخاذ القرار رغم حبك لتوأم الروح تفهمونني وهذا الحبيب يشعر بنفس الشيء رغم أنه يحبك ويعاني لأنه يريدك في حياتي لكن أحيانا القرارات اتخاذ القرارات يكون صعب جدا كذلك أرى ناس تتدخل أشخاص يعترضون وينتقدون هذه العلاقة ويتدخلون لذلك لا يحصل الاتحاد وعزيزي برج القوس حبيبي أريد أن أقول لك شيء هذا من إيمان عزيزي أنت تحت تأثير برج المشتري والمشتري هو أكبر كواكب وكيف نقول بالعربية المجموعة الشمسية وكل ما في حياتك عزيزي أنت سحري عجيب وتحدث لك أشياء عجيبة وزحرية لذلك أشكر الخالق لأنك التقيت بتوأم الروح والشعلة أشكر الخالق أرجوك يعني يجب أن تجد الجمال في كل شيء حتى في المعاناة وهذا سيعطيك توازن وبالتالي سيحدث الاتحاد قريبا إن شاء الله كل ما عليك هو أن تصدق أن تصدق ذكرت الاتحاد ذكرت اتحاد تأم الروح اجتماع الحبيب والحبيبة البداية القوة والنار أخا وكل ما عليك عزيزي هو أن تصدق بأنك تستحق هذا الحب تستحق أن يصل إليك يعني تستحق أن الله بعث لك توأم الروح وتوأم الشعلة وهذا الحب السماوي وستتحق السعادة والسلام الروحي وهذا ما سيسبب اتحاد الحبيب بالحبيبة ونهاية المعاناة إن شاء الله لنرى ما هي الرسائل السلام سأنهي بسرعة لأنه ستنطفئ هذا الكاميرا السفا النمو النمو الروحاني الصبر والنمو الروحاني وأنت تخيل ما توردوك نشكركم بزاف أحبكم السلام النمو الروحاني وأنت تخيل أمنيتك في خيالك ستتحقق كما قلت بالإيمان أرجوكم أن تصدق أن ما يحدث لك شيء عجب وجميل كان بغيكم بزاف يربي الحبيب يحميكم يحميكم الله يعطيكم الرضا والحماية والرعاية والرعاية يا الله لا يخليكم آمين يا ربي الحبيب اشتركوا في القناة